بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين سائل يسأل كيف نرد على من يسيء الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول إن السواك الذي في يدك أنفع من النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسف أجلاف الوهابية يستخدمون مثل هذه العبارات نعم كثير منكم لم يسمعها ولكنها شائعة ذائعة في بلاد الجزيرة وهي معتقد الوهابية جميعا يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رحل لم يعد يضر ولا ينفع أبدا طبعا أيضا نحن نقول لا يضر ولا ينفع لا في حياتي ولا بعد وفاتي لأن الضرر والنفع من الله تعالى فهم عندهم النبي عليه الصلاة والسلام في حياتي كان نافعا بعد وفاتي لم يعد نافعا هذا الاعتقاد ما حكمه الذي يقول هذا الكلام إن النبي عليه السواك نفع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحقيقة أنا أستحي من ذكر هذا الكلام ولكن السؤال جاء فلا بد أن نجيب عندي الذي يقول هذا الكلام يعني أنا لا أشك في أن هذا الإنسان قال كلمة من النوع الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل الكريمة لا يلقي لها بالا فتهي به سبعين خريفا في النار أنا لا أشك أن هذه الكلمة من هذا الجنس ليس عندي أدنى شك في أن هذه الكلمة من هذا القبيل كيف عرفت هذا يخالف شرع الله تعالى صريحا واضحا يخالف أمر الله تعالى بتعزيره وتوقيره يؤذي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعني هذا والأدلة على هذا متكاثرة ووافرة كيف ترد عليه حسب حالتك أنت من أهل الحل والعقد ولك السلطان فعاقبه كنت قاضيا وسمعت يقول أدخله السجن وحكم عليه بأقصى عقوبة تستطيع أن تحكم عليه بها كنت ضابطا في الجيش أدخله في السجن حسب سلطانك أنت كنت من عامة الناس ماذا تقول؟ تقول حسبنا الله ونعم الوكيل تدعو عليه تتوجه القبلة وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل تكثر معنا الدعو عليه إذا كنت عاجزا لكن في خاصة نفسك حتى لا يتلوث سمعك وعينك بهذا تكثر من الصلاة على سيدنا عليه الصلاة والسلام فهي تطهر القلب والنفس تقرأ شمائله الشريفة تعيش في تلك الأجواء العطرة تعيش مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تقرأ سيرته من أولها إلى آخرها وتقرأ أكثر من كتاب لتعلم قدره عند ربه تقرأ كتاب الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا كتاب من أفضل كتب من أرواعها وهؤلاء المساكين أهل الغفلة لا يعلمون شيئا وكثير منهم يظن نفسه يتعبد الله تعالى بهذه الطريقة الخرطة ولذلك نقرأ في كتاب الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله؟ قال هم أنتم يا أهل حرورة الأخسرون أعماله أنتم ضل سعيكم في الحياة الدنيا وتحسبون أنكم تحسنون صنعا تكفرون أولياء الله وتقاتلونهم وتقتلونهم وتظنون أنكم على خير فأي خسران أكثر من هذا عشر من العشر المبشرين بالجنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له أنت من أهل الجنة وتجمع الأمة على هذا على فكرة سيدنا علي ما في أحد أجمعة الأمة بهذا الإجماع الكامل الأمة بفرقها على سيدنا إلا النواصب دعهم هؤلاء لا عبرتها بخلافهم على أنه من أهل الجنة ويقتله الكافر هذا المجرم لا أستطيع أن أقول كافر لكن فعله كفر بلا شك فعله كفر وفعال الكافرين ولكن إن ختم له بالإيمان فهو مؤمن وكفر فهو مجرم مرتكب لكبيرة وقد يكون خرج على الكفر البلاء الذي يأتيهم من وقوع في أولياء من هذا القبيل ربما يخرجه من دين الإسلام أصلا وغالبا هذا هو لي حصل الله أعلم لا نتألى على الله سبحانه كيف نرد عليه ما عليه لا ترد عليه تقول سلاما كما أمرك الله تعالى وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه ولا تتأثر به كثيرا إن كان فيه خير ووجد فيه أدب يمكن أن تنصحه وأن تعلمه أن هذا لا يليق بأدب وهدوء تام إن رأيته من الأشرار وهم متمسك بهذا كما قلت لك في البداية تدعو عليه نعم أن يخلص الله البلاد من هذه الأشكال التي سنت الجفاء الجفاء صار سنة يا جماعة التقديس أساس التديون أساس عندنا التقديس تقديس الله تعالى لأنه ربنا تقديس النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رسولنا رسول الله إلينا العلمانية والوهابية كالمقصين في التقديس العلمانيون يحاربون التقديس لماذا؟ لأنه هو أساس التديون والوهابيون يحاربون التقديس لأنهم جهلا يتصور أن تعظيمنا للنبي عليه الصلاة والسلام يقدح في توحيدنا بالله سبحانه كيف كيف يعني يعني ها ندعو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله له الوسيلة والفضيلة كيف نشرك يعني إذا كنت تدعو طبعا دعاونا صفر بالنسبة لسيدنا رسول الله ماذا ينفع بالنسبة لها طبعا بلا شك الدعاء ينفع وهو عبادة وقربة إلى الله لا نزع في هذا ولكن هل سيستفيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من دعاء أمثالنا؟ مقامه أعلى حينما دعا لنفسه بالوسيلة والفضيلة دعوته عليه الصلاة والسلام تعادل جميع دعوة الأمة أضعفا مضاعفا ولذلك افترض الإمام شيخ الإسلام الباجوري افتراضا وقال هل يستفيد عليه الصلاة والسلام من أعمالنا؟ ما هو في صحيفته عليه الصلاة والسلام قال ليس من الأدب أن يقال هذا إنه يستفيد مننا من نحن حتى يستفيد النبي عليه الصلاة والسلام مننا ولكن في مجلس التعليم يقال نعم لأنه هو متسبب في هذا والدال على الخير كفاعله فهذا في باب التعليم أما في باب الأدم أدب وبحاجئ لنا هو سيدنا محمد بحاجئ لنا حتى يستفيد ربه جل جلال وأعطاهما كل ما يريد سيدة عائشة ماذا تقول أرى ربك يسارع في هواك إيش يشتهي سيدنا عليه الصلاة والسلام الذي يشتهيه الله يعطيه يشتهي شيء الله يعطيه إياه فتقول أرى ربك يسارع في هواك أرى ربك يسارع في هواك فإيه حاجة للعبيد الذي عنده الذي يعني هو مع الله جل جلاله ما يحتاج لا يحتاج إلى أحد من العبيد لكن علموا أولادكم تعظيم الله وتعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام ليشعر جليسكم أنكم تعظمون النبي عليه الصلاة والسلام عود لسانك ألا ينطغ باسمه الشريف عليه الصلاة والسلام إلا مقرونا بالتعزير والتوقير والتقديس تقديس يعني أن تنزهه عليه الصلاة والسلام عن النقص الذي يقع فيه السائل البشر نعم هو بشر عليه الصلاة والسلام محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر وحكاية أنه يعني مع الله يعبد من دون الله هذه أوهام في عقول الوهابيين نسأل الله لكم الهداية وأخذ عوانا ترجمة نانسي قنقر